هذه الصفحة خلاص تم إغلاقها والإعلام الرياضي الفترة الحالية بالتأكيد عنده تفاصيل وموضوعات أهم بكتير من الكلام في هذه الموضوعات اللي تقالت خلال الفترة الأخيرة لكن بشكل عام عندنا بقى مباراة مهمة جدا ومباراة مصيرية أمام الوداد المغربي وجماهير النادي الآن بالتأكيد كلها بتنتظرنا عشان هي بطولة بنحاول وبنسعى وبنشتغل عشان نقدر نحقق نتيجة إيجابية التوفيق بتعرف بنا سبحانه وتعالى لكن عايز أعمل فلاش باك للي تقال من حوالي 18 يوم لما طلعنا اتكلمنا هنا في برنامج الترند في التوقيت اللي الكل كان بيتكلم على فكرة مين ممكن يزير مباراة زهاب نصف نهائي دورة أبطال إفريقيا وكل المواقع راحت في سكة بكاري جسام قناة النادي الأهلي وتحديدا برنامج الترند كان ليه إطار مختلف واللي تقال من حوالي 18 أو 20 يوم هو اللي بتحق على أرض الواقع خلال الفترة الحالية وإن ما فيش تعيين لأي حكم وإن في معسقر بيتعمل للحكام في الفترة الحالية وإن هذا المعسقر من خلاله هيتم اختيار الحكام اللي هتسافر للمغرب يوم 15 أكتوبر عشان تدير المباراة بدءا من 17 أكتوبر بعد 18 يوم كلامنا تحقق على أرض الواقع والحكام حاليا موجودين في مصر والمعسقر بدأ من يوم 11 أكتوبر وقتها قلنا العشر حكام المرشحين لإدارة مباراة نصف نهائي دور الأبطال والكونفدرالية لكن لجنة الحكام أو مجلس الخبرى ترى أليه كمان أنه ممكن يزود العدد فرصة أن يكون فيه معسقر عشان فيه حكام من حكام النغبة كانوا بعدين فترة طويلة عشان يطمئنوا عليهم وعشان كده دخل ردوان جيد الحكم المغربي طبعا في هذا المعسقر وبالتأكيد مش هيدير أي مباراة في دور الأبطال لأن فيه أطراف مغربية نفس الأمر في كونفدرالية وأيضا كمان المساعد محمود أبو الرجال موجود من الحكام المساعدين وهو حكم مصري مساعد فبالتأكيد مش هيكون موجود لأن فيه ثلاث أطراف مصرية لأهل والزمالك دور الأبطال وبراميدز في الكونفدرالية فبالتالي عرض الحكام زاد لأنه أصبح معسقر للنغبة في الفترة الحالية في اللحظة اللي بكلمكم فيها دلوقتي في محاضرة نظرية معمولة لكل حكام الساحة وحكام الفار والحكام المساعدين هذه المحاضرة بتتم من خلال أربع محاضرين من الاتحاد الإفريقي على رأسهم بالتأكيد جيرم دامون ونورمانديز الإفواري وأكتر من حكم وأكتر من محاضر بيدوا محاضرات نظرية للحكام في هذه اللحظة غدا سيتم تحديد بشكل رسمي الحكام اللي هيسفروا للمغرب بطائرة خاصة تابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإدارة المباريات بدءا من السبت القدم في البطولة الإفريقية حتى هذه اللحظة هناك ترشيحات ولكنها ليست اختيارات نهائية الترشيحات تصب في مصلحة ماجيد نضاي الحكم السنغالي بملكت سيمة الحكم الأسيوبي اليومنيانت الحكم الكاميروني ومصطفى غربال الحكم الجزائري مش هننسى أن الحكام في حكام ساحة وفي حكام فار وهيكون معهم كمان حكام احتياطيين عشان المسحة الطبية لما الحكام يوصلوا للمغرب هيعملوا مسحة فلو فيه أي ظرفة أو فيه لقدر الله حالة إيجابية يبقى الطاقم البديل جاهز فبالتالي الترشيحات كلها رايحة في الإطار ده لأن حتى هذه اللحظة لسه المحاضرات شغالة وغداً هيتم الاختيار الرسم أي اسم هتسمعوا اللحظة دي مش هيكون غير صحيح يعني هيكون بنسبة 100% غير صحيح وفي نفس الوقت كمان محدش لغاية اللحظة دي يعرف من الحكام للمجلس الخبرى المراتي بيشتغل في إطار مختلف عشان الحكام يشتغلوا في إطار جيد جداً بالنسبة للمرحلة اللي جاية ترجمة نانسي قنقر